إذن هي أزمة الظروف الصعبة لكن النقطة المهمة جداً فيها أنا بتكلم عن أزمة الأهلي مع الاتحاد الكورة الجزء الإيجابي أو المؤكد فيها الأهلي مستمر في إجراءات التقاضي الأهلي مستمر في البحث عن الحقوق القانونية وده بالمناسبة التصرف الحضاري المحترم الطبيعي أنا لما يبقى لي حق بلجأ للجهات القانونية الشرعية عشان أدفع عن هذا الحق وللأهلي في بيان مجلس الإدارة الأخير كان رتب خطوات التقاضي تصاعدياً وفقاً للدرجات القانونية أنا ببدأ بلجنة التظلمات راح بشاكوى لجنة التظلمات في اتحاد الكورة المستشار عدل الشرباجي رئيس اللجنة قالت له تصريح قال أنا لسه اتحاد الكورة ما أبلغنيش أنه تلقى مذكرة الأهلي وأول ما يتلقاها وتعرض عليها حنبدت فيها على طول لكن الأهلي انتقل مباشرة إلى مركز التسوية والمنازعات القانونية في اللجنة الأولمبية أيضاً لعرض مذكرة قانونية شافية ووافية هو ما يقدرش لأنه ناس كتير قالت ليه ما راحش الفيفا هو هيروح الفيفا وهيروح بعد الفيفا للمحكمة الرياضية الدولية لا هو هيروح الفيفا لو ما خدش حق لكنه مبدئياً تصعودياً أنا ما أقدرش أنقل درجة السلم دي إلا لما أطلع يعني لو رحت للفيفا النهاردة هيقول لي رح للمحكمة الرياضية المصرية فأنت بتستوفي إجراءات التقاضي الطبيعية فهنا بيان اتحاد الكرة جدول اتحاد الكرة ما تضمنه بيان اتحاد الكرة فيه نقاط كتيرة هنقف بالتحليل عندها لكنه لا علاقة له بإجراءات الأهل القانونية المتحضرة جداً والطبيعية جداً واللي ما فيهاش تراجع لكنه أنا ما بملكش القرار أنا بروح للمحكمة وأقدم دفوعي وأقدم أوراي وأقدم كل الحيثيات اللي أنا بطالب بيها بحقي والمحكمة بتحكم وأنت عارب أستاذ إبراهيم أنا عمال بفكر خلال أيام الماضية هو إحنا احتمال إن إحنا يعني أنا وحضرتك ولي زينا اللي شايفين إن فيه حقوق ثابتة في هذا الموضوع تم إحضارها هو فيه احتمال نبقى إحنا فيه حاجة ما إحنا شايفينها وإن اللي قدامنا معذور كنت أتمنى أن نناقش هذا الأمر معاه يعني أنا أتمنى شوف حد بتاعد كورة قاعد أتكلم معاه والله بمنتهى حسن النواية كلام الواحد اللي عايز أصل إلى الحقيقة هو أنتوا فكرتوا كده ليه ربما عندهم سبب إحنا مش فاهمينه طب إنت مدام جت لكده أنا هروح لك ليه لأن أنا 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 مش قادر أسده إن فيه إنسان يخلق لنفسه مشكلة كويس عشان ما يعرفش حلاه بعد كده كويس كويس قوي